إذن بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي جاءت حكومة تصريف الأعمال برئاسة السوداني الصدر له موقف رافض لهذه الحكومة ما السيناريو المتوقع؟ وهل سيمضي تشكيل هذه الحكومة قدما؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيدتي كريمة تحية لكم ولي قناتكم ومتابعكم المحترمين أهلا وسهلا لحد هذه اللحظة كل التطمينات من قبل القوة السياسية أن الحكومة ستمضي وإجراءات رئيس الحكومة المكلفة السيد السوداني تسير على قدم وساق من خلال التواصل مع كل المكونات السياسية لا سيما بعد تبنيه من قبل ائتلاف الدولة الذي قبل بترشيحه من خلال الإطار الشيعي قام بترشيح السيد المكلف السوداني ونسق تواصله مع القوة الكردية والسنية شكل ائتلاف الدولة ثم تبني ائتلاف الدولة هذا المرشح وانطلق باتجاه ملء الكابينة ويوم أمس كان هناك اجتماع مهم للإطار المناقشة صفات من يملأ الحقائب الوزارية واعتماد مبدأ الكفاءة ومبدأ النزاهة في أن تملأ هذه الحقائب نعم الأخوة في التعار الصدري هم الوحيدين الذين أعلنوا عدم المشاركة وأكدوا هذا اليوم أيضا عدم المشاركة لا بشكل علني ولا بشكل مخفي وبالتالي أصبحت اليوم الإجراءات أكثر سهولة ومرونة باعتبار أن السيد المكلف سيملأ الثلاثة وعشرين حقيبة وزارية من القوى السنية والشيائية والكردية وسيذهب إلى إجراء العمل بتنفيذ برنامجه الذي أطلقه والذي أعلن عنه في تسجيل سابق ترجمة نانسي قنقر